السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء متابعي قناة بطاعة عربية. اسعد الله وقتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة بنكمل حل قطع النحو من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين سنة التعدادي الترمي التاني. وصلنا للسؤال رقم حداشر. القطع رقم حداشر بتقول. ان الخلق. ان دي حرف ناسخ. الخلق اسم ان? اسم ان بيكون منصوب. ان الخلق. ان الخلق في عالم النفس. في عالم جره مجرور? في عالم بتاع النفس مضاف اليه مجرور? ما له الخلق? جمال. الخلق جمال. يبقى دي الخبر دي اللي اخبرت. يبقى جمال لان خبر انه بيكون مرفوع. واعريبها خبر انه مرفوع على مترافع الضم. جمال ينفل قبح. فليحرص اللم ده لم الامر. ولن هي ولم ولم الامر بتجزم. يبقى ده مجزم بالسكون. فليحرص كل منا عليه. متحليا بضبط النفس. ينقى ده فعل مضارع. وهنا حرف العلة محزوف كانت ينقى لانه مجزوم. مجزوم ليه? لانه معطوف على مجزوم هو. يحرص مجزوم. وينقى عن سوق الخلق. عن سوق جره مجرورة. الخلق مضاف اليه لانه سلوك. ان حرف ناسخ. الهاء دي اسم انة. بقول ضمير متصل مبني في محل نصب اسم انة. سلوك دي خبر انة. هدام صيغة مبلغ دي نعت. وصيغة مبلغة على وزن فعال. ومعول اه معول دي اسم ايلا. معول دي حاجة زي الفأس. ومعول يقضي ان اسم ايلا يقضي على زعزعة الاستقرار. وخطر يهدد. يهدد الجهود المبذولة. مبذول على وزن مفعول. من الفعل المبني المجهول بوذلة. اسم مفعول. المبذولة للتنمية. فلا موضع. موضع على وزن مفعال. فلا موضع بيننا لحاقد. حقد اسم فاعل. وكل شيء مقضي اسم مفعول. قلنا المبذولة من الفعل بذلة. نبني المجهول بذلة. انما مقضي من قضى نبني المجهول قضية. قضى يقضي مقضي مقضي عليه. وعليك يا بني ان تتحلى بالعلم تتصف بالعلم. الذي يجعل الانسان. احنا عشرين طبعا نظلنا واخوتها. ظلنا حسب زعم خالة علمة وجد رأة جعلة. هنا جعلة بتنصب مفعولين. اصلهم المبتدأ والخبر. يجعل دي الفعل. من اللي بيجعل هو. الفعل ضمير مستتر. الانسان مفعول به اول. وذا مفعول به تاني. ذا اسماء خمسة. ينصب بالالف. يبقى اقول مفعول به تاني منصب وعلامة نصب الالف. لانه اسم من الاسماء الخمسة. ذا ما كان. دي مضاف ليه? وتلك سمة من يريد تقدما وازدهارا. لجملة جديدة. تلك دي مبتدأ. بس دي اسم اشارة. عادي. اقول له اسم اشارة مبنى في محل رفعة مبتدأ. تلك سمة دي خبر. سمة من يريد. سمة بتاعة اللذين. اه من هنا دي اسم موصول بمعنى اللذي. سمة اللذي يريد. يبقى من دي اسم موصول? والاسماء الموصولة مبنية. اقول اسم الموصول مبني. في محل ايه? السمة بتاعة الذي ده مضاف اليه. يبقى هنا اقول له اسم موصول مبني في محل جر لمضاف اليه. من يريد تقدما وازدهارا. اعربنا. عايزين نستخرج من الفكرة اسم فاعل لفعل سلاسي. لازم يكون على وزن فاعل. واسم فاعل لفعل غير سلاسي. لازم يكون اول ومين مضمومة ومكسور ما قبل اخيره. اهو اسم فاعل احنا قلنا عندنا هنا حقدة حاقد. يبقى ده اسم فاعل لفعل سلاسي. طيب لغير سلاسي ادور بقى على مين مضمومة. ان الخلق جمال يحرص متحلي. اه متحليا. من تحلى. يبقى اقول له اسم الفاعل لفعل سلاسي حاقد. ومن غير سلاسي متحليا. من الفعل غير السلاسي تحلى. المضارع يتحلى. نقل بحرف المضارع من مضمومة. متحلي. وكسر ما قبل اخير. اسم مفعول من فعل سلاسي معتل. المعتل اللي هو قضى. قضية. يبقى اسم المفعول مقضي. ونقول له من الفعل ما تقولش قضى. قضية. تضم اوله وتكسر ما قبل اخيره. لان اسم المفعول بيكون من الفعل المبني المجهول. صغة مبالغة. احنا قلنا في القطعة سلوك هدام على وزن فعال. صغة مبالغة بتدور على وزن من الاوزان الخامسة. مفعال فعال فعل فعول فعيل. يبقى هدام على وزن فعال. اسم مكان. مفعل ولا مفعل عنده. لا موضع. بتدل على المكان. وقول له على وزن مفعل. ليه على مفعل? لانه من فعل مثال اللي هو وضع. خمسة. اسم آلة. وبين نوعه. احنا قلنا معوال. معوال دي اسم آلة. طيب جمد ولا مش طاق? لا معوال دي مش طاق. سوى بالخطأ فيما يأتي. كن معوانا. معوانا دي خبر كن? خبر كن منصوب وعلامة نصب الفاتح. كلمة معوان صغة مبالغة من الفعل يعانى معوان مفعال ايوة صغة مبالغة. بس من عانى? لا. مفعال من فعل غير سلاسي. من الفعل اعانى مش من عانى. تحلى صغ من هذا الفعل اسم تفضيل في جملة. مش هينفع اجيب من الفعل غير السلاسي اسم تفضيل بترقية مباشرة. اجيب من عندي اسم تفضيل مستوفر الشروط او الاكثر. واجيب المصدر بقى المفعول المطلق. او الاكثر تحليا. اقول المؤمن اكثر تحليا بالاخلاق. ها المباراة كثر عدد متابعيها. ما تحته خط اسم فعل من الفعل? متابع. اوله من مضمومة ومكسور ما قبل اخيره. فين لاب الاخير? اهو متابع. هي هنا اصلا متابعين. دي جامعة عادي. فمتابع دي اسم فاعل من الفعل غير السلاسي. لان اقوله من مضمومة. من الفعل غير السلاسي ايه? هتلماضي? تابعة. تابعة يتابع متابع. ما ينفعش السلاسي خالص هو ناخد تابعة. السؤال اللي بعد كده رقم اتناشر. العلم نتائجه مذهلة. العلم مبتدأ. مبتدأ مرفعه علامة رفعه الضمة. ما له العلم نتائجه مذهلة. ده خبر. ده خبر جملة اسمية. يعني نتائجه مبتدأ. ومذهلة دي الخبر. مبتدأ تاني. يبقى العلم مبتدأ. نتائجه مبتدأ تاني. مرفعه علامة. رفعه الضمة. والهاء ضمير مبتصل مبنى. في محل جر المضاف اليه. مذهلة دي خبر المبتدأ التاني. والجملة الاسمية كلها خبر للمبتدأ الاول اللي هو العلم. والمصريون مبتدأ مرفعه بالواو. ما لهم المصريون متطلعهم. متطلع. دي اسم فاعل برضو. من تطلعة. ومذهلة برضو اسم فاعل من ازهلة. ازهلة يزهل مذهل. والمصريون متطلعون الى مستقبل. مستقبل. دي اسم زمان. مستقبل ارغط. ارغط. دي اسم تفضيل. على وزن افعل. واحنا عارفين ان ارغط ممنوع من الصرف. صفة على وزن افعل. مستقبل ارغط. يبقى ارغط دي نعت. الى مستقبل جر ومجرور. يبقى ارغط دي نعت مجرور. بس الممنوع من الصرف بيجرب الفتحة. ارغة ده. طالما ما فوش الف ورام وما فيش بعض ومضاف اليه تجرب الفتحة. يبقى اقول نعت مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف. مستقبل ارغض. مشيد على العلم. اه مشيد. من الفعل المبني المجهول. شيدة. اللي هو شادة يا شيد. مشيد. اسم مفعول. مشيد على العلم. فعصرنا الذي يمثل فيه الحاسوب. الحاسوب اسمه الى. على وزن فعول. الذي يمثل فيه الحاسوب اهمية قصوى. قصوى دي المؤنس بتاع اقصى. تبقى اسمه تفضيل برضو. اهمية قصوى. عصر المعلومات. فين بداية الجملة? او عصرنا. عصرنا دي مبتدأ. ما له عصرنا? عصر المعلومات. تبقى خبر. يبقى عصر دي خبر مرفعه على مترفعه قضامه. ونحن بحاجة ماسة. ماسة. دي اسم فاعل. من فعل سلاسي. الى مضاعفة. مضاعفة. ضاعفة يضاعف مضاعفة. مضاعفة الجهود النشطة. نشط على وزن فاعل. دي صيغة مبالغة. فيه مصار. مصار على وزن مفعل. مصار تطورنا. المصار بتاع تطورنا. دي مضافة ليه? يبقى تطورنا دي مضافة ليه مجرور وعلامة جر الكسرة. تطورنا التكنولوجي المستمر. اعربنا. عايزين نستخرج اسم فاعل. لفعل سلاسي. وازكر فعله. لفعل سلاسي احنا قلنا ماسة. وقلنا ماسة من الفعل السلاسي ايه? مسة. اتنين صيغة مبالغة. وزنها. عندي نشط. نشط على وزن فاعل. يبقى النشطة الفاعلة. اسم مفعول لفعل معتل. واكتب فعله مضبوطا بالشكل. احنا قلنا هو مشيد من شادة. اللي هو شيدة. مبني المجهول. يبقى نقول له مشيد من الفعل المبني المجهول. شيدة. ونشكله زي قيلة. باع بيع نقول له شيدة. اربعة اسم الى وزنه. اسم الى اللي موجود في القطعة اهو الحاسوب. على وزن الفاعول. اسم زمان. قلنا مستقبل. طيب اسم تفضيل من فعل معتل. ارغض من رغضة. لا مش معتل. طيب عندنا قصوة من اقصى قصى. ايوة ده معتلة هو. يبقى نقول له قصوة. اسم مكان. عندنا قلنا مصار. مصار على وزن مفعل. يبقى مصار. من صارة. سوى بالخطأ فيما يلي. الطبيعة في الربيع ينفع اوه الاخضر? ما ينفعش. اوه الاكثر خضرة. اشد خضرة. العدو محتل لاراضينا. العدو هو اللي هيحتل تبقى اسم فاعل. اراضينا ده المفعول به. ده هي اللي هتحتل. يبقى ده اسم مفعول. ينفع اراضينا تحتل. يبقى نوع المشتق على الترتيب. في الجملة الاولى اسم فاعل. وفي الجملة التانية اسم مفعول. هنختار على الترتيب. اسم فاعل اسم مفعول. السؤال بعد كده رقم تلتاشر. ان امتنا العربية. ان دي خرف ناسخ. امتنا اسم ان منصوب. ما لها امتنا? امتنا العربية. ايوة ما لها? تمر. يعني العربية دي مش خبر ان. لا. امال ايه? دي نعت. امتنا معرفة. فيها ضمير. والعربية معرفة. فيها الف لام. وصفنا الامة بانها عربية. تبقى صفة. يعني نعت. وامتنا منصوبة. اسمنا منصوب. يبقى العربية نعت منصوب وعلامة نصب الفاتحة. تمر بمرحلة دقيقة تتطلب الجهود من اجل تحقيق اعظم مكانة. اعظم. اسم تفضيل على وزن افعل. اعظم مكانة لها. وهي وانكبت فهي قادرة. اه هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. يبقى قادرة دي الخبر. وقادرة دي اسم فاعل. اسم فاعل من فعل السلاسي. قادرة قادر. نعرفها خبر مرفع وعلامة رفع الضم. قادرة على النهوض من كبوتها. بثقة. مرفوع على وزن مفعوله من الفعل السلاسي روفعاء. مرفوعة الرأس. لانها ان حرف ناسخ. اسمها صباقة دي خبر ان مرفوع. وصباق على وزن فعال دي صيغة مبالغة. صباقة الى المجد منذ القدم. منذ زرف. يبقى القدم مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة. وستبقى شامخ. شامخة شامخ. اسم فاعل برضو. ستبقى شامخة دائما دائما دي حال. حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. فهي مفتاح. مبتدأ وخبر. ودي مفتاح اسم قالة. وزن قديم مشتق على وزن مفعال. فهي مفتاح الخير للجميع. اعرابنا. عايزين نستخرج بقى من الفكرة اسم فاعل لفعل ثلاثي. وبين فعله. عندي هنا في القطعة قادر لفعل ثلاثي لازم يكون على وزن فاعل. قادرة وشامخة شامخة. اي واحدة. اقول له مسلا قادرة من قدرة وشامخة من شامخة. صيغة مبالغة اهو سباق على وزن فعال. سباقة فعالة. اسم مفعول قلنا مرفوع. ووزنه مرفوع على وزن مفعول. يبقى مرفوعة مفعولة. من الفعل المبني المجهول رفعة. اسم تفضيل. عندي اعزم. على وزن افعل. اسم الالة مفتاح. على وزن مفعال. وده مشتاق. وزن قديم. جيم ضع الفعل واقفة. في جملتين من تعبيرك. بحيث يكون مرة اسم زمان. ومرة اسم مكان. واقفة ده فعل معتل لمثال. هنجيب منه اسم الزمان. واسم المكان على مفعل. يبقى نقول موقف. موقف. واجيب قبلها زمن تبقى زمان. اجيب قبلها مكان تبقى اسم مكان. في اسم المكان هقول مسلا الشارع موقف السيارات. يبقى دي اسم مكان. وفي الزمان مسلا اجيب وقت اقول للمساء موقف السيارات او السيارة. يبقى دي اسم زمان. ده الصيف موسم على وزن مفعال. موسم الفيضان. اسم المكان في الجملة السابقة. جاء على هذا الوزن لان فعله اه موسم على وزن مفعال. بيكون على وزن مفعال في حالتين اتنين بس. لو جبت الماضي لقيت اوله عيلا. او لو صحيح والمضارع بتاعه عين المضارع مكسورة. موسم من وسماء. اه ده هنا معتله هو. معتل الاول في الماضي. بنية المنزل في حديقة واسعة. اجعل الفعل بنية اسم مفعول. اللي هو بنى. ده معتل زي ساعة. ساعة يسعى مسعي. قضى يقضي مقضي. دعا يدعو مدعو. فهي بنى. بنى يبني مبني. يبقى اسم المفعول من بنية. مبني. ونكتب الجملة صحيحة. هنقول بنية المنزل. لنقول المنزل مبني. في حديقة واسعة. في اي مادة تكشف عن كلمة الابتسام يبتسم بسماء. يبقى نكشف في مادة بسمة. في باب الباء. فصل السين مع الميم. القطعة اللي بعد كده صار رقم اربعتاشر. ابنائي طلاب المرحلة الاعدادية. انا بقى ناديه. يا ابنائي. بس قدستني ده محزوفة. يبقى ابنائي ده منادة. ومنادة مضاف في ضميره. مضاف. مضاف للياء. والمنادة المضاف بيكون معرب. بيكون منصوب. ابناء جامعة تكسير. يبقى منادة منصوب وعلامة نصب الفاتحة. يا ابنائي طلاب المرحلة الاعدادية طبتم نفسا. كان اصلها طابة نفسكم. ده محول ده تمييز. تمييز منصوب وعلامة نصب الفاتحة. فلنحرس. لم الامر نحرس مجزوم بالسكون. جميعا دي حال. فلنحرس على استخدام طريقة مثلة. دي المؤنس بتاع ايه? بتاع امسل. يبقى دي برضو اسمه تفضيل على وزن افعل. لمواقع مفردها موقع على وزن مفعل. مواقع التواصل الاجتماعي. ولا تنسى ان الله مطلع. من الفعل اطلع. اطلع مطلع. دي اسم فعل. من فعل غير سلاسي. مطلع عليك. فكن مهيب. كن انت مهيب. دي خبر كن منصوب وعلامة نصب الفاتحة. مهيب القلب. ومهيب من ايه? من هابة. ابناء المجهولة تبقى هيبة. هابة يهيب مهيب. اسمه مفعول. من هيبة. مهيب القلب من عقابه. الحاسوب اسمه آلة. على وزن فاعول. والمواقع فالحاسوب والمواقع كلاهما. ينفعش لها. ينفعه للحاسوب والمواقع سلاح. ما ينفعشش لها. دي بقى مش توكيد. يبقى الحاسوب دي مبتدأ والخبر اهو. كلاهما سلاح. خبر جملة اسمية. يعني كلاهما دي مبتدأ تاني. وترفع بالالف. بتعرف بعرب المسنة. يبقى كلاهما مبتدأ تاني مرفع وعليم ترفع الالف. لانها تعرف بعرب المسنة او لانها مسنة او لانها ملحق بالمسنة. كلاهما سلاح وسلاح دي خبر كلهما. والجملة الاسمية كلها خبر للحاسوب. كلهما سلاح ذو. اه سلاح ذو. ناكر او ناكر. وصفنا السلاح بانه ذو حدين. يبقى ذو دي نعت. نعت السلاح. وسلاح دي خبر مرفوع. يبقى ذو نعت مرفوع. بس مرفوع وعلامة رفع الواو. لانه اسم من الاسماء الخامسة. واحد ديني دي مضاف اليه. نستخرج بقى احنا عربنا. نستخرج اسم تفضيل ونقوزينه. اسم التفضيل بيكون على وزن افعل. زي اكبر. بس ممكن يجي لك مؤنس كبرى. اعظم. عظمى. امثل. مثلة. اهي موجودة. يبقى يقول له اسم التفضيل مثلة على وزن فعلة. اسم فاعل من فعل غير سلاسي. قلنا هو مطلع. واذكر فعله من الفعل اطلع. اسم مكان. وزنه. اسم المكان على مفعل او مفعل. او على وزن اسم المفعول من غير السلاسي. وبين سبب ما جئه على هذا الوزن. عندنا اسم المكان. قلنا المواقع مفردها ايه? موقع. على وزن. موقع على وزن. مفعل. وسبب ما جئه على مفعل. هو بيكون على مفعل في حالتين اتنين بس. لو اوله الا. لو مثال اهو. واقعا. يبقى لانه معتل الاول في الماضي. او اقول له لانه مثال. او لو كان عن مضارعه مكسور. اربعة. اسم مفعول. واكتب فعله مضبوطا بالشكل. احنا قلنا اسم المفعول هو مهيب. من الفعل الماضي هابة. نبنيها للمجهول نقول هيبة. يبقى ما هيب من هيبة. ونشكله. حط كسرة تحت الها. زي هيبة. هيبة زي قيلة. بيعة. صيمة. نيمة. خمسة. اسم اله. وبين نوعه. قلنا اسم اله عندنا الحاسوب. حاسوب على وزن فعول. يبقى ده مشتاك. يبقى له الحاسوب. وده اسم اله مشتاك. وزن حديث. جيمة خير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يأتي. واحد. الكذب في الحديث. اسم مفعول من الفعل نهي. عندنا الفعل نهي الماضي. نهى ده معتل. نهى اجيب المضارع. نهى ينهي. وقلب حرف المضارع من مفتوحة. من هي. يبقى الكذب في الحديث من هو ولا. من هوي لا. من هي. اه الكذب من هي. يبقى هي دي. من هي عنه. الفرق ما بينها وبين الاخيرة. التضعيف. لازم احط شدة على حرف الاخيرة. اقول من هي. على وزن مفعول. لان احنا بنقلب وو مفعول يا وبتضغم في يا الفعل. اتنين الفعل فانيا. فنى وهلكة. لا يصغ منه اسم التفضيل فنى وهلكة. دي افعال غير قابلة للتفاوت. يعني ما فيش حد مات اكتر من حد او فنى اكتر من حد. غير قابل للزيادة والنقصة. تلاتة صيغة المبلغة من الفعل اعانى معوان على وزن مفعال. اعانى معين لا. اعانى معوان على وزن مفعال. نكشف عن قانون في مادة قانانا في القاف نون. اهه قانانا قاف نون نون. صوب الخطأ في الجملة الاتية. لون السماء ازرق. ينفع اقول ازرق? لا طبعا. اقول اشد زرقة. اكثر زرقة. السؤال اللي بعد كده الكتعة رقم خمستاشر. الانسان المتعصب لاي اتجاه مبغوض من المجتمع. جملة اسمية. الانسان مبتدأ. يعرف يلا مبتدأ معرفع علامة رفع ضمه. المتعصب دي نعت. لاي اتجاه مبغوض مفعول من الفعل المبني المجهول بو غيضة اسم مفعول. من المجتمع اسم مكان. ودي جره مجره هو. المجتمع اسمه مجره علامة جر الكسرة. وهو يعاني هو مبتدأ. يعاني خبر جملة فعلية. بس دي فعل. عادي يعرفه فعل مضارع. يعاني اشد بصفة على وزن افعل. اهو اشد اسمه تفضيل. اشد المعاناة. عندما يتحاور مع الاخرين. وكل مجلس علم. مجلس. جلسه يجلس مجلس على وزن مفعي. وكل مجلس علم او حوار سياسي او اجتماعي. لا يخلو للنافية ما بتقصرش في الفعل المضارع. لا يخلو من هذا الصنف. اه الصنف اسمه معرف. فقال لي بعد اسم الاشارة تبقى بدل. بدل مطابق. طيب نعرف هذا. مين هذا. ده في محل جر. يبقى الصنف بدل مجرور. بدل مجرور وعليم الجر الكاسرة. فاحرص فعل امر مبني. بس مبني على ايه? الامر بيبنى على ما يجزن به مضارعه. يحرص مجزوم بالسكون يبقى مبني على السكون. يبقى فعل امر مبني على السكون. فاحرص على الفهم الجيد. وكن ياقز. كن انت اسمه دمير مستطر. وياقز دي خبر كن منصوب. وياقز صيغة مبالغ على وزن فعل. كن يقزا في اثناء الحوار مع الاخرين. اعرابنا. نستخرج بقى من الفكرة اسم فاعل من فعل غير ثلاثي. يعني لازم يكون اوله مما مضموما ومكسور ما قبل اخيره. ونبين الفعل. عندنا هو في اول القطعة الانسان المو مو تعصب من الفعل ايه? تعصبة. يبقى اسم الفاعل المتعصب. وبين فعله من تعصبة. اتنين اسم مفعول من فعل سلاسي. لازم يكون على وزن مفعول. اهو مبغوض من الفعل بغضة. وزنه اقول له مبغوض على وزن مفعول. من الفعل المبني المجهول بغضة. اسم تفضيل عندي اشد على وزن افعل. وبين فعله من شدة. اربعة صيقة مبالغة. مفعال فعال فعل فعول فعيل. عندنا هو كن ايه? يقز. يقز على وزن فعل. نشرة وحسب. صغ اسم الالة من الفعلين. من نشرة منشار. ومن حسبة ممكن نقول حاسوب او حاسبة. في جملتين اقتامتين اقول مثلا المنشار اقول يستخدم النجار المنشار. على وزن لان بيقول لك اوزنه. زن كل منهما بعد الصياغة. منشار على وزن مفعال. ومن حسبة اقول يستخدم الطالب الحاسوب او الحاسبة. الحاسوب الفعول والحاسبة الفاعلة. ده الاكمل بما هو مطلوب بين القوسين. الشمس في السادسة صباحا. اسم زمان من طلعة. طلعة يبقى مطلع. يبقى نقول مطلع الشمس في السادسة صباحا. اتنين فناء المدرسة. نوعات الطلاب. اسم مكان من التاقة. ده غير سلاسي. على وزن اسم المفعول. التاقة يلتقي ملتاقة. يبقى اقول فناء المدرسة ملتاقة الطلاب. ها قال الشاعر لكن رأيت العلم نورا ساطعا. متقلقا في عالمين مفضالي. اسم الفاعل لفعل سلاسي. في البيت السابق. لفعل سلاسي لازم يكون على وزن فاعل. ساطع ساطع? ايوة تنفع. متقلق? لا من تقلق ده غير سلاسي. عالم ومفضال لا مش اسم فاعل اصلي. يبقى ساطع من ساطع. ونكتفي بهزا القادر في كل حلقة بنحل خمس قطع. بتمنى لكم التوفيق. في الحلقة اللي جاية هنكمل بقى القطع. لايك للفيديو وشاير الفيديو لصحابك عشان يستفادوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.